من اخترع جدول الضرب مرحبا وأهلا وسهلا بكم عزيزي وحباب الله جميعنا نريد أن نعلم هذا الشخص ونقوم بالقضاء عليه لأنه قام بالقضاء علينا من خلال حفظ جدول الضرب والدراسة والمذاكرة السيئة فأعزائي أول من اكتشف جدول الضرب هو العالم والفيلسوف فيتاغوروس وهو من موليد عام 580 قبل الميلاد على أحد الجزر اليونانية والذي كان يطلق عليها الجزيرة ساموس وهو أول رجل إغريقي قام بجمع وابتكار الأعداد بشكل عام وبين بروز فيتاغوروس في سن مبكر حيث يذكر أنه عمل في هذا المجال وهو فيت سادس عشر من عمره وهو أول من اكتشفه جدول الضرب أعزائي ترجمة نانسي قنقر